موسيقى بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان وللأبد امين احبائي نلتقي اليوم في لقب جديد ودعوة مباركة من فم الاصابات لوالدة الاله في زيارتها المقدسة وفي وقت صعب على العزراء في خلال الثلاثة شهور الاولى من حملها اذ تلتقي لتأتي وتخدم الاصابات العجيب والعبارة الجميلة والاية المقدسة التي تلفت الانظار اليوم في هذا اللقاء او اللقاء القمة ما بين الاصابات وما بين الملكة ام الملك العزراء هي عبارة مباركة انت في النساء ومباركة هي صمرت بطنك الحقيقة الاصابات حل عليها الروح القدس او امتلأت من الروح القدس كما امتلأ زكريا من قبل وقال تسبحته وقال هتافه في ولادة يحنى ايضا امتلأت الاصابات ونطقت بنطق يفوق مستوى الاصابات لانها نشنت على النواحي اللاهوتية او الاعتراف بلاهوت المسيح حيث اكملت عبارتها وهي تقول من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي ام ربي دي بتفكرنا بالمزمور اللي نقش المسيح مع اليهود كي يثبت لاهوته لما قالهم بيقول داود في المزمور قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطعا لقدميك الحقيقة هنا معضلة امام العقلية الانسانية كيف تعترف الاصابات بلاهوت الابن الكلمة وهو ما زال جنينا صغيرا لم يكمل الثلاثة اشهر بعد على انه هو الله الكلمة المتجسد وعلى ان العزراء هي مباركة ومبارك هو سمرت بطنها الحقيقة كلمة مباركة افلوجي ميني يعني العزراء هي كانت من التعبير افلوجو يعني ابارك افلوجية يعني البركة وده تعبير ارتبط كتابيا بشخصيات وبتعبيرات واحداث جميلة عشناها في خلال معرفتنا او متابعتنا لاحداث الخلاص في الاناجيل وفي الكتاب المقدس فنسمع كلمة المباركة او المبارك عن الابن الكلمة في اثناء دخوله الى ارشاليم في انجيل الخديس متى اصحاح 21 وعدد 9 لما بيقول مبارك الاتي باسم الرب النص اليوناني ده مبارك هو الاتي باسم الرب وده العبارة الجميلة اللي بيقولها ابونا وهو بيناول وشيل الصينية وبينتقل من مكان لمكان بيقول مبارك الاتي باسم الرب لانه هنا في حضور حي للمسيح او لذبيحة الافخارستية اللي هي شخص المسيح بجسده الكامل ودمه الكامل قيلت تعبير المبارك والمباركة في انجيل قديس ماركوس صحح 11 ومن عدد 9 وعشرة لما بيقول مبارك مباركتنا المملكة الاتية او مباركة هي مملكة داود ابينا وفي انجيل لقى صحح 19 يقول لنا مبارك الملك الاتي باسم الرب وفي انجيل يحنى صحح 12 وعدد 13 مبارك الاتي باسم الرب ملك اسرائيل هنا الحقيقة فيه هتاف في دخول المسيح لأوروشاليم وده اللي بنحتفل به يوم احد الزعف فهنا كثرت كلمة المبارك او بنسمحها كتير لان دي تخص شخص المسيح له كل المجد فنطقت اليصابات بهذه البركة وبهذه التعبيرات اعترافا بألوهية المسيح الابن الكلمة وده ايمان عظيم يفوق الكثيرين نمرة اتنين حدست بامور اسخاطولوجية او امور اخروية تخص مجيء المسيح وملكوته الاتي الملكوت الاتي اي حينما يأتي المسيح في ملكوته بمجده ومجد ابيه عشان كده سبق لانه الفم الذي تعود على بركة الرب او مباركة الرب بهذه التعبيرات مبارك هو اسم الرب وحفظين المزامير قال نفس التعبير ابونا زكريا الكاهن في تسبحته في انجله صح واحد وعدد 68 قال مبارك الرب اله اسرائيل من فرحته بخبر حمل الاصابات وبولادة يحنى المعمدان بيقول مبارك هو الرب جميل جدا يا حباي نتعلم من الاصابات ونتعلم من زكريا الكاهن في واحنا بنحتفل بصوم امنا العدرة وبنتأمل في شخصيتها العظيمة انها هي شخصية مباركة ايضا ان اللسان الانسان انسان الله او لسان الانسان المؤمن الحقيقي دائما يبارك الرب دائما يبارك الرب في كل ظروفه ولعل ايوب كان مثلا في هذا الامر لما فقد كل شيء فقد في تجربته ابنائه فقد حقوله اللي اتحرقت فقد مواشيه وجماله واغنامه لاخره لكن جيه وقت حتى ابنائه لما فقدهم في يوم واحد السبعة قال تعبيره الجميل الرب اعطى الرب اخذ فليكن اسم الرب مبارك في كل الاحوال ليكن اسم الرب مبارك هو اله اسرائيل الكتاب المقدس يا حبائي يحمل لنا في سفر التكوين صحح 14 من عدد 19 وفي سفر يهودت صحح 13 وعدد 18 وفي انجيل لواء صحح 1 عدد 42 مقارنة جميلة بين النصوص الكتابية الحلوة نستمتع بيها في تكوين 14 والمبارك ابراهيم من قبل الله العلي ملك صادق هو اللي بيقول عنه كده لما ابونا ابراهيم قدم العشور لملك صادق وملك صادق بارك ابونا ابراهيم مبارك نسله وكانت تقدمة الخبز والخمر اللي قدمه ملك صادق لابونا ابراهيم اشارة لسر الافخارستية سر التناول فيقول ملك صادق وهو يبارك ابراهيم مبارك ابراهيم من قبل الله العلي خالق السماء والأرض ومبارك الله العلي قيل عن يهودت بعدما كانت سبب نصرة لشعب بني اسرائيل قيل عنها ولها مباركة أنت يا بني من قبل الله العلي فوق جميع النساء اللواتي على الأرض ومبارك الرب الإله خالق السماوات والأرض الذي هداك لضرب رأس قائد أعدائنا كانت سبب نصرة هيهودت فأصبحت مباركة نفس التعبير هو اللي ذكرته الإصابات عن العزراء مباركة أنت في النساء يعني أنت أعظم وحدة في النساء أو أكتر النساء بركة لأن الرب اختارك لهذه الكرامة العظيمة ولهذا المجد الذي لا يدنى منه الإصابات تعبر بإيمانها عن المسيح الملك وعن مجيءه في ملكوته وده صبق بالنسبة لها أن هي تقول كده زي ما قيله عن يهودت مباركة فوق جميع النساء اللواتي على الأرض كانت يهودت خلصت شعبها من أليفان القائد وقتلته لكن العزراء كانت أم الخلاص وسبب خلاص وأم للمخلص الذي سيخلص البشرية كلها من أسر إبليس ومن سلطان الشيطان التنين والحية القديمة ويعيد للإنسان مجد وكرمته ويصحح الفساد أو يعطي الطبيعة الجديدة اللي هي دون فساد بعكس الطبيعة الأولى التي فسدت بالخطية الجدية أو الخطية الأصلية هنا العزراء تأخذ لقب آخر مع لقب أنها مباركة في النساء قيل لها أم ربي أم إلهي وده اعتراف بين وواضح بلهوت المسيح زي ما شرحنا من قبل جميل يا حبائي ونحن نحتفل ونتذكر أمنا العزراء البتول في هذه الأيام المقدسة أننا نقول لها دايما في التسبيح والتماجيد مباركة أنت في النساء ومباركة هي صمرت بطنك ولأنك باركة ومباركة أدرا أنت تباركينا وتباركي بيوتنا وتباركي حياتنا وتأخذ باركة من ربنا من باركة ربنا وتدينا لأن العزراء تشترك وأن كانت تشفع فينا وهي الملكة أم الملك ولكن مصدر البركة الحقيقي هو الله الذي باركها واختارها وجعلها سبب باركة لحياتنا ولبيوتنا وسبب باركة في خلاص كل البشرية اللي فرحتهم بعمل الفداء العجيب وبالتدبير الخلاصي المسياني ربنا يبارك حياتكم جميعا وببركة أم النور البتول القديسة الطاهرة مريم لإلهنا المجد والكرام من الآن وإلى الأبد أمين اشتركوا في القناة